اشتركوا في القناة وقد رحب أسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي بناها ملوك البلدين على أسس متينة وعززها اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة أيده الله ورعاه وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة مشيرا سموه لأن البلدين قلبان ينمضان في جسد واحد وهما نموذج حضاري من المحبة والأخوة ووحدة الصف والمصير المشترك الواحد وقال سموه أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لمملكة البحرين دليل دعم واضح من الشقيقة المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين في احتضانها وتنظيمها لهذا السباق العالمي والذي يعد السباق الدولي الثالث الذي تنظيمه البحرين بعد نجاحها في تنظيم سباق بابكو البحرين للتحمل الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل وسباق جائزة WEC البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في الفترة من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من نوفمبر وتابع سموه أن السعودية حظيت بثقة الاتحاد الدولي للسيارات لتنظيم سباق الفورمولا 1 في مدينة جدة يوم الثامن والعشرين من نوفمبر العام المقبل والذي يعكس بدا حرص واهتمام السعودية في تعزيز هذه الرياضة بالمنطقة مؤكدا سموه أن مملكة البحرين ستسخر خبراتها في تنظيم سباق الفورمولا 1 لدعم الشقيقة الكبرى لتأكيد الحضور السعودي على خارطة رياضة السيارات العالمية من جانبه عرب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بالتواجد في البحرين مؤكدا أن البحرين أضحت محطة عالمية رئيسية في المنطقة لاحتضان سباقات الفورمولا 1 والتي عزز من مكانتها الكبيرة على خارطة الرياضة الدولية كما أن البحرين استطاعت أن تثبت قدرتها وكفاءتها في تنظيم السباق في جميع الظروف وبخاصة الظرف الاستثنائي الذي فرضته تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على الرياضة في العالم لتضيف لرصيدها النجاح والتميز وأكد سموه أن الخبرة البحرينية في هذا المجال ستكون رافدا مهما لتبادل الخبرات بين البحرين والسعودية على الشكل الذي يحقق النجاح المنشود للسباق العالمي بجدة في نوفمبر 2021 مثمنا الجهود المميزة التي يبدلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتطوير الرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر